طيب مكاشف خلينا نمشي للانتباه ونقرأ منها سياسات جديدة لتحفيز المغتربين على الاستثمار بالبلاد أعلن جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية لتوطين العائدين واستقرارهم بالبلاد بالتنسيق مع المنظمات الدولية وعدد من الجهات ذات أصلة أكشف أمين عام جهاز المغتربين دكتور كرار التهامي في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن وضع سياسات محفزة تمكن المغتربين من الاستثمار بوطنهم دون عوائق مبينا أن المشروعات الانتاجية وضعت بدعم من المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية إلى جانب منظمات أخرى فاعلة وأوضحت تهابي أن عدد العائدين وصل حتى الآن أكثر من خمسين ألفا فيما توقع وصول دفع جديد من المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة بعد توفيق أوضاعهم مكاشف برأيك ما هي أبرز التحديات التي ستواجه إقامة مشروعات استثمارية يعني تدعم العائدين من الغربة والله يا أخ محي الدين يعني هذا الموضوع أشبه بحكاية حجوة مضبابينا يعني كم مرة طرح موضوع المقتربين وكيفية جذب مدقرات المقتربين وإدماج اقتصاد الهجرة في الاقتصاد الوطني كم ورشة وكم ندوة يعني الموضوع يعني صار حقيقة أشبه بحجوة مضبابينا أسمح لي قضعك واسألك أستاذ الموكاشف وأنا بقرأ في الخبر دا انتهيت منه يعني لقيتك مبتسمة ابتسامة غريبة كده وعريضة كده يعني سر الابتسامة دي وأنا بقرأ في الخبر ببيانات يعني من كثرت ما تم التداول والحوار حول موضوع مدقرات المقتربين واقتصاد الهجرة والأوراق التي قدمت والأفكار والمقترحات التي قدمت كأن تشكك في جدوى هذا الحديث؟ أنا لا أشكك لكن يعني أستغرب في أنه يعني 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 عبر السنين عبر السنين نحن ندور في حلقة مفرقة فيما يخص موضوع تحويلات المقتربين عبر السنين سنين متطاولة يظل هذا هو الموضوع الأول والهاجس الأول دون أن نحرز فيه أي تقدم أنا لا أدري لماذا ماذا هناك المشكلة وين بالتحديد يعني لكي نكرر ونجتر مثل هذا الموضوع سنة بعد أخرى فأعتقد أنه يعني يعني قيل ما فيه الكفاية عن حوافظة تشجيعية للمقتربين وقدمت أفكار وطرحت رؤى ولكن يعني ماذا للأمر يراوح مكاننا شلو العوائق الأساسية اللي بتكفي قدام المشروع تلك السنين والله أنا يعني لسنا في حاجة لطرح رؤى جديدة أو أفكار جديدة أو مقترحات جديدة طرح ما فيه الكفاية في هذا الملف ولهذا يبدو لي أن المشكلة هي عدم وجود إرادة وجدية لتنفيذ كل هذه الأفكار الجيدة سواء كانت طرحت من كل الجوانب من خبراء اقتصاديين من المقتربين أنفسهم عبر تنظيماتهم عبر الجاليات إلى أخرهم اللهم إلا أن تكون هناك يعني يعني عدم إرادة عدم وجود إرادة وجدية للمضي بهذا الملف إلى الأمام يعني أصدر المكاشفي قبل أن نكمل هذا الملف ملف المقتربين واستثماراتهم سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود بعده لمواصلة منشتات سودانية أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم مجددا المشاهدين وأنتم تطابعون معنا هذه الحلقة من منشتات سودانية سعادة جدا أن يكون معنا صازل حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ حيدر قبل الفاصل كنا قد تابعنا خبر من الانتباه عن سياسات جديدة لتحفيز المغتربين يعني لاستثمار مدخراتهم في البلاد طيب الأسبوع الماضي أعلن أمين جهاز المغتربين كرار التهامي أن أكثر أربع من مليارات دولار من تحويلات المغتربين هي ذهبت إلى دولة شقيقة للاستثمار في العقارات كيف يمكن للدولة أن تجذب على الأقل ما تبقى من مدخرات المغتربين لتعود للبلاد وتستثمر في السودان نعم هذا الخبر يعني يفتح قضية كبيرة جدا يعني لا تخص القطاع المغتربين وحدهم وإنما تخص مجموعة الشعب السوداني وموضوع غلاء البناء وغلاء الأراضي ومعينات البناء الأخرى يعني تكلفة بناء منزل في السودان هنا حكاية لا تطاق حقيقة يعني مقارنة بأي دولة حتى لندن يعني يمكنك اقتناء مسكن في لندن لينما يتعذر عليك اقتناء مسكن هنا في القرطوم هذه مسألة مشكلة عامة يعني هي تحتاج لنظرة كلية في هذا الإطار بالنسبة للمقتربين صحيح أن سيد أمين الجهاز دكتور قرار أعلن أنه هناك أربع مليار دولار ذهبت إلى دولة جارة من المقتربين لاقتناء مساكن وهذه الدولة الجارة هو واضح جدا أنها مصر واضح جدا أنها مصر ومعروف أنه يعني دعك من الله دعك من المقتربين كثير جدا من السودانيين هنا أنا أنا عارف العشرات يعني امتلكوا شقق سكنية في مصر في القاهرة وفي غيرها وفي مختلف أحياء القاهرة يعني وحقيقة يعني يعني بتسهيلات مغرية جدا يعني يمكنك أن تقتني يعني يعني مسكن في مصر في مقابل الصعوبة الكبيرة جدا هنا في السودان وحقيقة بالنسبة للمقترب أو المقتربين عموما امتلاك مسكن هو واحد من الهمومة الكبيرة جدا التي يهتم بها المقترب توفير يعني سكن لأولاده يعني أسرته لكن يواجه بمثل هذه الصعوبات فالمؤكد أنه يلجأ إلى خيارات أخرى حل هذا الإشكال وكما يعني طرح في عديد جدا من الأفكار التي قدمت كحوافز تشجيعية لجذب مندخرات المقتربين أنه يعني أن يمنعوا تمويل عقاري ويمنعوا تسهيلات بنكية وأن يعني تتولى الحكومة كما في مصر وغيرها يعني لمتوسط الحال من المقتربين بالضرورة أو ذوي الدخول الأقلة يعني شقك سكنية أو غيرها أو مباني سكنية بالأقصاد وتمنح لهم بالأقصاد هذا في هذا الجانب ويعني أعلن قبل فترة أن يعني الحكومة بصدد إنشاء عشر آلاف شقة تخصص للمقتربين لكن لا نعلم حتى الآن ما الذي تم في هذا الأمر فأعتقد أنه في موضوع الأربع مليارات التي ذهبت طيب ما الذي يمنع قامة مشروعات مثل التي تحدثت عنها كما ذكرت لك أنا لا أدري ما المشكلة يعني ما المانع في هذا يعني المشكلة وين أنا شخصيا لا أدري غير أنها يعني ربما تتعارض مع مصالح جهات نافذة أخرى ربما هو لا مبالاة ربما هو يعني عدم وجود الإرادة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المقترحات